اشتركوا في القناة المدرئية المرقصية هي رمز قبطي مصري على مدار الخمسين عام والنهاردة يعني بتريارك الكرازة المرقصية البابا توادرس بيستقبل الطيوف للتهنئة بأعياد الميلاد سواء من أطوائف المسحية المختلفة أو من رجال الدين من الأزهر ورجال الدولة لكن بشكل عام شامي أنحنا متوجدين هنا مع الحضور لتعرف أكتر على الأجواء وطبعا أنا معي أتعرف بسياتك في البداية مادام سناء بديل مادام سناء برحب بساتك حضرك كنت ذكرتلي أنت كنت بتواجده مبارح في العسامة الإدراجية جديدة في كاتدرية ميلاد المسيح يعني كلمينها مبارح عن أجواء الاحتفال بشكل عام كانت عاملة إزاي؟ أولا الكنيسة بجد تحفة جدا يعني حلوة قوي قوي بجد يعني ونشكر استيسي على تعب جد في الكنيسة دي والشرطة والجيش والجيش وكمان التأمين اللي أمنه هن وإحنا رايحين وإحنا جايين بجد تعبوا جدا وبنقول أني فعلا أول حاجة أنا بعيدة على سيدنا البابا وأقوله كل سنة وأنت طيب ماشي بشكرك بشكل عام يعني احنا تعرفنا على أجواء الاحتفال المبارح في الكاتدرية المرقصية بميلاد المسيح خلينا نتعرف على احتفالية يعني الكاتدرية المرقصية بالعباسية براحب بستك تعرفينها من نفسك؟ مدام هلا مدام هلا براحب بيكي يعني احنا شفنا هنا البابا توضرس كان وقف مع كرال الموسيقي بالاحتفال بشكل عام بعيد الميلاد يعني كلمين على أجواء النهاردة شفتيها إزاي؟ احنا فعلا جينا الصبح وعيدنا على سيدنا ونقوله طبعا كل سنة وكدسته طيب وعيدنا على الشعب كلهم مسحيين أو مسلمين وكان يوم طحبة حتى الجو الجميل جدا فاحنا طبعا نشكر كل جهنانة بالعيد وإحنا نبقى شعب واحد ونشكركم كلكم يعني بشكر حضرية بسلام طيبة كنت بسلامة طيب حضرية تشرفني بعد أذنك يعني كلمنا بشكل عام عن أجواء الاحتفالية النهاردة وانت شفت الفرق بين احتفال في كاتدرائية ميلاد المسيح والاحتفالية هنا في كاتدرائية الملكساب العباسية ايه الفرق؟ طبعا احنا أول حاجة بنهان قدست البابا توضرس بالافتتاح الكاتدرائية الجديدة في العصامة الإدارية وده طبعا بيبقى جود السيد الرئيس لأنه وعد السنة اللي فاتت إن السنة دي أن احنا هنصلي وهيكون معانا في الكاتدرائية وده طبعا معايدة منه وإحنا بنشكره عليها طبعا مبارح بيبقى الاحتفال بفتاح الكاتدرائية بيبقى بالقداس الإلهي لكن النهاردة احتفال مختلف لأن قدست البابا بيستقبل بعض من الأباء المطارنة والأصاقفة والأباء الكهنة وجميع الشعب زي ما حضراتكم شايفين كده طبعا بيبقى كلنا فرحانين إن احنا بنشوف قدست البابا ونعيد عليه وطبعا كمان بنشوف حاجة تانية إن إخواتنا المسلمين بيجوا ويشاركونا الفرحة وبيتصلوا بينا ويجي هنونا هنا فدي حاجة وأنا بهني حضرتك كولوسونت طيب بشكر سيدك طبعا شامي احنا تعرفنا على أجواء الاحتفالية هنا في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية طبعا يعني نلاقينا هنا فيه تكثيفات أمنية وشارع أحمد سعيد يعني تم وضع فيه تشكيلات أمنية لزبط المرور لأنه طبعا نهاردة فيه كثافة مررية بسبب الحضور المتواجد وفيه قوات تدخل السريع للتصدي لأي يعني للتصدي أي مواجهة على أرض الوقع بشكرك وبرجعلك مرة تانية